السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم بالتعريف بدعاء القنوط دعاء القنوط يكون دوما في الصلوات ويكون في التهجد بالليل وفي ترويح رمضان والكثير من الناس يحبون أن يتعرفوا ما هو دعاء القنوط القنوط يكون بالتاء هو الدعاء والطاعة وهو السكوت وهو أيضا طول القيام في الصلاة نقول قنة الرجل أي دعى على أدوه وقنة أي أطال القيام في الصلاة هذا القنوط هو سنة نبوية شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الويتر والأفضل أن يكون بعد الركوع وقد يكون قبل الركوع حسب الظروف وحسب الأحوال من خلال الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية المتعددة نتساءل ما هي الأحكام الشرعية المرتبطة بدعاء القنوط الفقاءة اختلفوا بين مؤيد ومخالف لاختلاف الأدلة فعن أنس بن مالك قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط يوميا عند الفجر لما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول دعاء ماتور حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك ويقول أدعي كثيرا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقنط في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم أيضا جاء في الحديث عن أبي مالك قال قلت لأبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي صليت ما هنا بالكفة نحو من خمس سنين أكانوا يقنطون في الصبح قال أي بني محدة رواه الإمام الترمدي يعني أن هذا الأمر محدة أي بدعة والخلاف في ذلك يسع الجميع لأنه من الخلاف المعتبر ولا ينكر فيه على المخالف والحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على القنوط في صلاة الصبح فمرة يقنط وأخرى لا يقنط فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الرقوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو فيقول اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق هذا تابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه من الرقوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يقول هذا الدعاء أيضا مما ورد في القنوط في الويتر ما رواه أهل السنن عن الحسن رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الويتر اللهم اهدني فيمن خديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت هذا الدكر وهذا الدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في الويتر وكان يعلمه حفده الإمام الحسن رضي الله عنه وروي عن الإمام علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر ويتره اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعود بك منك لا أحصيتنا أن عليك أنت كما أتميت على نفسك فسيدنا علي يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء في عقب الويتر من كل صنع وكذا يقول أيضا صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوط كلما أوتر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر ثمنا ولا مبلغ علمنا فهذه أدعية مأثورة عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بها وطره وتابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط عند النوازل فمن هديه وسنته التفاعل مع الآيات الكونية مثل خسوف القمر وكسوف الشمس وحدوث الرعد والبرق والريح وشدة المطر أو قلته وكذلك من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم القنوة في النوازل العارضة التي تحل بعموم المسلمين كاعتداء الكفار عن المسلمين والدعاء للأسرى أو حدوث مجاعات أو انتشار أوبئة أو قحط أو وباء أو عطش أو ضرر ظاهر من المسلمين فكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يقنط يعني يتوجه إلى الله بالدعاء بالقنوة لهو دعاء مركز من أعماق القلب ويصل إلى أبعد الحدود وإن شاء الله ربنا يتقبله وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يدعو على قريش مدة من الزمن حينما بدعت قريش بعضا من المسلمين المستضعفين من الهجرة وحبسوهم وعذبوهم وكان من هؤلاء المؤمنين المستضعفين الوليد ابن الوليد وعياش ابن ربيعة وهشام ابن العاص وغيرهم فلم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل لهم شيء فقالت في صلاته يدعو لهم ويدعو على من عذبهم ومنعهم من الهجرة يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال اللهم أنجو الوليد ابن الوليد وسلم ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف حديث في البخاري رواه الإمام البخاري وهذا أن الإنسان إذا عجز عن اتخاذ تدبير وإجراءات لمصلحة معينة أو لإنقاذ أناس أو لقضاء أراضهم فإذا عجز عن الأسباب فإنه لا يعجز عن الدعاء لا يعجز عن القنوط والقنوط هو يمر بسرعة إلى الحق عز وجل وربنا يقول لأستجيبن لكم ولو بعد حين كما ورد في الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه وذلك أنهم قتلوا جماعة من أصحابه هذا ما يعرف بالسيرة الدبوية بحثة بئر معونة التي قتل فيها سمعون من الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا غدرا وخيانة فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لمقتل أصحابه وظل يقنط في صلاته يدعو على من قتلهم شهرا كاملا فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رعلا وذكوان وعصية وبني لاحيان استبدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمنهم كانوا يحتطبون بالنظار ويصلون بالليل حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغضروا بهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني ليحان هكذا رواه الإمام البخاري أيها الأحباب الكرام حري بنا أن نتعرف عن الأحكام الشرعية المتعلقة بدعاء القنوط أول شيء ما هو موضع دعاء القنوط العلماء اختلفوا في محل دعاء القنوط في الصلاة فذهبوا إلى قولين منهم قال بأن القنوط يكون في الصلاة بعد الاعتدال من ركوع الركعة الأخيرة بعد الاعتدال من الركوع في الركعة الأخيرة لما نقول ربنا ولك الحام هنا يكون القنوط القول التالي قالوا بجواز القنوط قبل ركوع الركعة الأخيرة أو بعده وأفضليته قبل الركوع وبعد القراءة دون التكبير فهذا قولين في موضع دعاء القنوط كذلك بالنسبة لدعاء القنوط هم نجهر أم نقوله بالسر الفقهاء اختلفوا في حكم الجهر بالقنوط وذهبوا في ذلك إلى أقوال ثلاث الأول قال بعدم استحباب الجهر في القنوط لا يستحب أن نجهر بأن نرفع أصواتنا في القنوط وذلك عملا بقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين الرأي الثاني قالوا باستحباب الجهر في القنوط للإمام دون المنفرد إذا أدى الأفضل في الدكر أن يكون بصورة خفية ولا يشرع الجهر إلا للإمام ليؤمن المصلون على دعائه والرأي الثالث قالوا باستحباب الجهر في القنوط للإمام والمنفرد استدلالا بفعل عمر بن خطاب وأبي بن كعبد إذ كان يجهران بقنوطهما في صلاة الويتر والناس من خلفهم يجهرون كذلك ما حكم رفع اليدين عند القنوط هنا الفقهاء اختلفوا في مسألة رفع اليدين عند القنوط وذهبوا في ذلك إلى قولين الأول بعدم استحباب رفع اليدين حين دعاء القنوط قياسا على الدعاء في التشهد والسجود إذ المصلي لا يرفع يديه فيهما أما القول الثاني فقالوا باستحباب رفع اليدين حين دعاء القنوط ويكون ذلك برفعهما إلى مستوى الصدر ثم جعل باطنهما نحو السماء أيضا مسألة مسح الوجه بعد الانتهاء من دعاء القنوط هناك من يتبرك ويمسح وجهه كفيه يدعو فيهما ويمسح الوجه وصدره عقب الدعاء العلماء أيضا نهبوا إلى رأيين فالأول قالوا باستحباب مسح الوجه بعد دعاء القنوط استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يمسح وجهه بعد الانتهاء من الدعاء يمسح وجهه بعد الانتهاء من الدعاء الرأي الثاني قالوا بعدم مسح الوجه بعد دعاء القنوط لعدم ورود أي دليل ينص على ذلك وقياسا على سائر الأدعية في الصلاة حيث لا يشرع فيها مسح الوجه بعد الانتهاء منها كالتشهد وكالصلاة على النبي في التحيات وغيرها وحينما يصلي الإمام بالمصلين ويذكر دعاء القنوط ينبغي عليه في دعائه وقنوته أن يقنط بما يشاء من الأدعية المأثورة وأن يجهر ويؤمن من خلفه وأن يرفع يديه وينبغي له مراعاة التيسير وأن يحضر التطويل والسجع وأن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان دعاء النبي الكريم جملا قليلا وعلى الإمام أن يكثف بالدعوات الجامعة لخيري الدنيا والآخرة وليحضر الاعتداء في الدعاء كان يستعمل الدعاء على أناس مؤمنين مثله للانتقام فالسعيد من وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء القنوط حين يؤد في رمضان في الحرم المكي وفي الحرم المدني وفي غيرها من المساجد العالم الإسلامي يهز أركان المكان ترتجف القلوب وتخشع وتدرف العيون وتدمع شوقا لله وطمعا في رحمته وغفرانه والله عز وجل ينظر إلى عباده وهم خاشعون متضرعون إليه يدعونه بأسمائه الحسنى وبقدرته وعظمته فالله تعالى يستحي أن يردهم خائبين كما قال عز شأنه وقال ربكم أدعوني أستجب لكم وقال ربكم أدعوني أستجب لكم فالله ما استجب دعواتنا وعجل لنا بالفرج آمين آمين يا رب العالمين أحبابنا الكرام تعالوا بنا نذكر مختارات من دعاء القنوط الحمد لله نور على نور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنحاه وخلق الانسان فسواه وهيط طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه الحمد لله الذي ذلن بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمان القياصرة فنق لهم بالموت من سعة القصور إلى ضيق القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقذى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين بعصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أمقيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الدار مصيرنا واجعل الجنة هي ذارنا ولا تسلط علينا بدنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصبة أمرنا واصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتودين يا الله نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا كريم اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والتلج والمرض ونقهم كما ينقى الثوم البيض من الدنس وارحمنا وإياهم يا ربنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعود بك من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وقد نعنا بما رزقتنا ولا تدهب قلوبنا إلى شيء سرفته عدا يا مقلب القلوب تنبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب تنبت قلوبنا على دينك يا من عدت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجدت له القلوب نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتعفو عنا ولا تكي لنا غير باب وجودك ومن خيرك لا تحرمنا ومن شر خلقك سلمنا يا الله يا الله يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا من عدت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجدت له القلوب اغفر لنا ولموتانا ولجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون للحاد مطمئنين وإلى أعلى جناتك سابقين يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب ارحمنا إذا غسلنا الأهلونا وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وإلى المساجد يصلون علينا ثم إلى القبر فرادا صاروا بنا وفباطنها أغلقوا علينا بابها إلى منكر وذكير يسألونا لا من جاء عندها سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا درس قمرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر يا رب العالمين نسألك اللهم لدة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم عافنا واعفو عنا وعلى غربا بجودكم لا تكلنا ومن خيركم لا تحرمنا ومن شر خلقكم سلمنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم يا رب العالمين اللهم إذا نسألك فقها في الدين اللهم يا رب العالمين اجعلنا من عبادك المكرمين اللهم تبتنا عند الممات ارحمنا قبل أن يدركنا غادم اللدات قبل أن يقول الشاب بنا وحصرتاه ويقول الشيخ الكبير وشيبتاه ويقول المدنب العاصي وحصرتاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين دعوناك يا ربنا في مقامنا هذا فمن المحسنون وأكثرنا مقصرون ومدنبون ومن الشباب ومن الشيوخ ومن النساء ومن الأطفال اجتمعنا لندعوك رجاءا واحدا ونسألك سؤالا واحدا سؤال من كتر الدنوب وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه فأتاك مقبلا تائبا باكيا دليلا معترفا ناذما اللهم اغفر لنا واعفو عنا وعافنا وأكرمنا يا ربنا وابعتنا مع خير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحامته المكرمين من الأنصار والمهاجرين وآل بيته الطيبين الطاهرين والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسود أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين